السلام عليكم أحبائي كنتم نسكنو كامين باخر وعلى خير مرحبا بكم معايا في الحلقة الساستين من المسلسل الأمانة لبداية الحلقة اليانا ستكون مع يوسف من بعد ما هرب منظر الأيتام جال واحد الحديقة ستبليه واحد القطة سيبدأ يلعب معها اليامان في المكتب جالو ما عرفت شنو يدير من بعد ما خرجت قرار دي الخدمات للشيمائية السلبي وحرموهم من يوسف سحر ستبلينا جاتل عنده و ستدخل المكتب جالو و ستبليه بل الإدن ديالو الشيء اللي غادي يحسبوه بزاف غادي تمشي الحداه و غادي تقول لي انت ايه دبا جيت يصديتي عليك نايف هاد البيرو هذا و شو نظرك به هالطريقة هاد غادي ترجع يوسف راه يوسف كيتسنانا أنا وياك باش نحاربو على قبله و باش أننا نرجعوه مرة أخرى لقصر مع عائلته و لكن هو وعلو ما غاديش يجوبه ما غيقولي هاتي شي كلمة و هي غادي تبتسغوة في قراته يوسف اللي غادي يبالي نخرج من الحداقة هاز ديك القطة و كيقول ليها انا دبا غادي نمشي ندك عند ماماك و هو قاطع الشارع واحد طنوبيل غادي تكون جاية بسرعة و غادي تكون شوية و غادي تضربوه حتى غادي نشوفوه واحد شخص تجام اللور و هزوه و عطقوه من الموت هات الشخص غادي تكون هي اي ناس غادي تسوو لي يوسف و شبه خير يك ما تتخلع ولا شي حاجة غايقولي هلا أنا كنت قاطع الشارع حتى شكنت بغين دي هذ القطة هذي لعند ماماها عالي غايكون مازالك يقلب على اي ناس غادي عيد على ابراهيم و غايقول لي وش عرفتي شي حاجة على المكان ديالها من خلال تليفون غايقول لي ابراهيم تليفون ديالها را طافي ولكن ما غادي تشعله غا نحاول نعرف البلاصة ديالها فين كاينة غادي يقول لي هسافي إلا وصلك اي جديد قولها لي و أنا راه مازالك نقلب هنا في النواحي نرجعو اللي عند اي ناس غادي تقول لي يوسف ههذ القطة هذي اكيد غادي تلقى لأم ديالها ولكنت يا فن هي ماماك غادي بقى ساكت وكيشوف غادي تقول لي ها وش انت غير بوحديتك ما عندكش حائلتك غايقول لي هلا ما عندي تشي واحد أنا غير بوحديتي غادي تقولي إي ناس حتى أنا يا كاينة غير بوحديتي يلا هنمشيو أنا وياك الابغيتين شفو مامة هذ القطة هذي فين كاينة ونرجعوها لعندها ستقول لها يلا شد ليه في يديه ويلا شو بزوج بينه وهما يوقفين كي هدرو بزوج غادي بلينه عالي دايز من حداهم ولكن ما غايشوفش ايناس ما غيرتش ليها البال وحتى ايناس ما غاديش ترد ليه البال صحار في الغرفة ديال يوسف كتجمع ليه الحواج دياله اقبال غادي جيل عندها غادي سويلها شو كدير غادي تقول لها صحار بغا تمشي عند يوسف بشتشوفه في دار الاطفال وكتجمع ليه شي حوي يجعله وغادي تدي ليها معاها حتى شي شوية حلوة غادي سويلها واش هدرس معايا مان شنو غادي ديره بخصوص يوسف بش يرجعه للدار غادي تقول لها صحار والو مبغاش يهدر معايا دخلت عنده المكتب وحاولت انني نخليه يدير شي حاجة ولكن والو بنمشي ولي عند ايناس غادي كون جز هي ويوسف للحديقة يوسف غادي يقول لها ايناس واش كتعرفي عمي وخالتي غادي تقول لي ايناس اللي ما كان عرفهمش ولكن ايه واش نتايا ما عندك شما ما كوبا باك سمعتك كتقول غير عمي وخالتي غايقول ليها اه انا عندي غير عمي وخالتي وحتى عمي دياء وكي بغيوني بزاف وانا ده ببغيت نمشيل عندهم وتوحشتهم غادي تقول لي توحشتيهم يك كنتي معاهم لا غايقول ليها لا انا كنت في دار الايتام وهربت منها لحتاش بغيت نمشيل عندهم نشوفهم هيا ديك الساعة غادي تبقى مصدومة وغادي تقول لي شوف انا ما كان عرفش دار بديل عمك وخالتك وما كان عرفهمش حتى هما ولكن الى بغيتي نقدر نديك لدار الاطفال لحتاش اكيدة غايكونوا عمك وخالتك يقلبوا عليك وغادي يخافوا بزاف الى ما لقاوكش تماما غايقول ليها لا ما بغيتش نرجع لدار الاطفال بغيت نمشيل عندهم غادي تقول لها وش انت يا بقى نعصم غادي تقول لها سعاد علش اختي شنو كاين غادي تقول لها ايقبال انا جايب لك واحد الخبار كتفرح يامان مبقاش كي شوف لوجه ديال ساحار تخيلي معاها مبغاش قع يهضر معاها ولا يشوف لها فوجهها ويوسف صفي تهنينا منو جاتهم خبار بانهم معمرهم غادي قدروا يعودوا يرجعوه لهاد القصر هذا دابا قدروا نقولوا اننا تهنينا من يوسف وتهنينا محتى من خالته غادي تقول لها شوفي انا دبا ديال الحقيرة الصحر حيتها لك من طريقك دبا انت يخسكي تعرفي كيفاش ترجعي وتجري يامان اللي عندك وتخليه يبغيك ويتزوج بك في اقرب وقت غادي تقول لها سعاد غير كوني هاني اختي بما اننا حيتنا يوسف وصحار من طريقنا فدك شي الاخر كي بقى سهل غادي تقول لها اقبال سفي اختي انا كنعول اليك واصلا وحدا زمين بحالك يامان ما يقدرش ما يشوفش فيها نمشي وعند السلطانة غادي تقول لها ايق سعيد على كيلتم وستقول لها لحبيبتي جاري كيلتم لن قدرت ان اعتيه على جنب الراحة ايقينة جرت عليها من هذا الدار هذه سيقول لها كيلتم هي طيرة بالفرحة بصحة كيفاش ترجعت لها سأجمعت لها السكدالها وارميتها على برا ما عندها لا تقدر عندي هنا في الدار سيقول لها او عالي شنو قال سيقول لها شنو قال سيقول لها شنو تقلق بالله وخرج من بعد وصافي وزيد ما عندهم سيقول هو انا كنتحكم في كل شي هنا ايقل سيقول لها كيلتم شكرا لك بزاعة عمتي سوف تقول لها سلطانة سوف نرى كيف سوف نرجع العالي و ان شاء الله تزوجهم في اقرب وقت سوف تقول لها كنتم غير كوني هاني يا خالتي سوف نعود نرجع عليها مرة اخرى سوف نرى الناس التي كانت وقفة في طريقي سوف نرى الناس سوف تلقى مصدومة من هاتش اللي كان يدوس قدامها سوف تقول لها كنتم شنو اللي واقع سوف تقول لها ان العمتي العالي سوف نرى الناس منطار و قلت لي بانه قريب سوف نرجع الناس العالي سوف تقول لها و لكن كيف حتدرتين خليتيها في الصفت سوف تقول لها كنتم عادي غير كدبت عليها شوية و قلت لها ان انس هي سبب في الموت الناس عمي عثمان وبقيت واحد الوقت كانت هلا فيها و كان اهتم بها و هي ولت في الصفت علي سوف تقول لها غيتة ولكن ما تفرحيش بزاف راكيك تعرفي عالي ما بقاش بغي حتى نشوف لك فوجك كي سوف ترجعيه لعندك سوف تقول لها كلهم هذه ليس مشكلة كبيرة و كيك تعرفيني مزيان سوف ندر كل مفجهتي و سوف نرجع لي مرة اخرى و سوف نزوجه انا و اياه و اعقلي على اهدرتي ايناس سوف تقول ليوسف شوف انا سوف نخليك هنا سوف نمشي غير الحانوت نشري لك شي حلوات تاكلها حتى سوف يصل لقيته الفطور لا يمكن ان تبقى بالجوع سوف تقول لي لا تنشي لتشي بلاصة بقى هنا في الحديقة كتلعب بالماجيس سوف يتدرق في البلاصة و سوف يتعيط على البوليس سوف تقول لهم بانه كان واحد في الحديقة موضر و عائلته لم يكن معه و سوف أطلب منهم انهم يجيوا و يدوه و يرجعوه لعائلته و من ثم سوف نرى همشات بيجيب له الكيك الى وعدته به يامان في المكتب سوف يتعيط له المحامي و سوف يقول لي كان اعتضر منك بثاف و لكن القرار الخدمات الاجتماعية كان نهائي يوسف معموره سوف يتعيط لديكم الى الدار و معموركم سوف يتخذوا الويساة سوف تكون خارجة لكي ترى يوسف في دار الايتام سوف يبدأ لها يامان خارج بالزربة و مع الصب سوف تسألوه ما هو واقع و لكن لا سوف يجاوبها سوف تبقى مصر عليه سوف يتعيط لها كيفية و لكن يامان ما يدهيه فيها بحل ما كينه حداه سوف توقف قدامه و سوف تقول لي سوف يدفعها و سوف يركبها في السيارة سوف تشده مني و سوف تقول لي انت عمو انا خالته سوف تركبها في السيارة و سوف تقول لي أين سوف يتعيط يوسف سوف يتعيط لنا لكي ترجع الى الحديقة لكي تبقى لكي تشد الكيك ليوسف و سوف يتفاجئ بعلي سوف تبقى الحديقة حتى اتعرف بأنها كنت تم من ابراهيم سوف تخاف بثا في انتقاها سوف يتدور رأسها الجهة الخراب سوف يبنون لها البوليس التي قلت لهم قبل أن يأتيوا لكي يدوا يوسف سوف تطمأن و سوف تهرب من عالي لكي لا يدفعها يوسف سوف يكون مازال قلس تماما سوف يكون كي يكون الحلوة اللي اعطاته ايه ناس ايه ناس اللي نشوفها هربات يوسف في واحد الوقيته سوف يدور رأسه سوف يبنون لها البوليس سوف يعرف بأنهم جواع لقبله سوف يدوره سوف يهرب لكي لا يشده سوف يهرب سوف يتلاقى مع واحد السيدة في الحديقة سوف يقول لي بأنه كيعون الدرري الصغار سوف يحقق عليه يوسف الأول لا سوف يتق به و لا سوف يريد أن يهرب معه سوف يكمل طريقه سوف يوقفه سوف يقول له سوف نلقى لك ماما و بابك وأي واحد من عائلتك سوف يجب التليفون سوف يتساور سوف أخرج إنها محتاجة لسير سوف ديه سوف يتعمل بأِيP سيقول لي لا ولكن اعرف ان خياط مزيان سيقول لي انا اخذني شئ واحد لعنده تجريبة سيقول لي شوف غير خدمني معك و ما غاديش تندم انا نسيق ليك و نجفلك الحانوت و نخدم معك من الفوق في الخياطة سيقول لي ها و ابتداء امت بغيت بداي معايا سيقول لي بتداء من دابا الى كان سيقول لي ها صافي وخا نجربك ما شئ مشكل سيقول لي ها سري دابل مستودع و نضفيه حتى شا غادي تجي واحد سلعة جديدة و خسنا نحطوها تمو ما غادي خليها تدخل غادي مشي كي يجري غادي ستجلب بجال حانوت و غادي دير البلاكادي لان المحل مسدود عالي غادي بلينا ما زالك يقلب على اي ناس و على حسب الاشارة دي التليفون ديالها فهي كي نفهد البلايس هادو و غادي كون واقف قدام المحل اللي دخلات ليه غادي دور من وراه غادي بلي ها المحل غادي قول ابراهيم اقطع بالله خلينا نشوف شي حاجة و غادي قرب لدك المحل و غادي بدي طلل داخل و لكن ما غادي بليه تشي واحد كل المحل غادي يكون خاوي هما غادي بجوج بهم يكونوا فى المستودع هوا غادي خلي اي ناس تدخل من بعدها غادي تبعها غادي ستعل الباب اي ناس غادي يقول لي اللون دياله سفر و غادي تقول ليها شنو كدير نتاها غادي بدك يضحك و غادي يقول ليها و شمنيتك سحب لك انا غادي نخدمك وغادي حاول انه يتعدى عليها ايه ناسا غادي تبدأ تهوة وغادي تبدأ تدفعه ولكن تحد ما غا يكون كيسمعها صحار ويامان غا يكونوا وصول دار الايتام غادي يقول السيدة اللي مكلفة بهم بش انها هدابة تجيب له يوسف حتى ش بغا يشوفه غادي تقول لي شوف السيامان غير تهدن راه الشرطة كتقلب على يوسف هتصبح هذا راه هلقيناها هرب تم يامان وصحار غا يبقوا مصدومين في بلاسهم اللون فيهم غادي تبدل يوسف اللي غا نشوفه دك السيد اللي شده في الحديقة جابه لواحد البلاسة مخربة وهو غادي يكون كيتتجر في الاطفال مع واحد العصابة غادي عيت على الرئيس ديالهم وغادي يقول لي انا راه لقيت واحد تدري على حسب ما كيقول انه كيقلب على عمو وذا بنته غادي تولي هو عمو جديد ولكن بعدك ينخطني نشوف المبلغ اللي غادي تعطيني فيه يامان غادي بلين عيت على ناديم وغادي يقول لي جمعي قاع الرجال ديالي وبدو تقلبوا علي يوسف راه هرب هات الصباح هذا منظر الايتام ومن بعدها غادي نشوفه غادي يركب في سيارة دياله السحرة غادي تقول لي فين غادي نمشيو غادي يقول لي ها هو وراها هرب بالليل وأكيد ما غايكونش بعد بزاف خلينا نبدو نقلبوه عليه هنا في النواحي نرجعوا عند ايناس غايكون دكسيد مازال بغي يحاولي يتعدى عليها هي غادي سبدا تدفع على راسها شوية غادي نشوفه عالي على برة سمع الصوص ديال الغوات جاي من الداخل وغادي يكون عارفوا بانه الصوص ديال ايناس دكساعة غادي يرجع كيجري وغادي يهرس الباب ديال المحال وغادي تخلع ليهم من الداخل وغادي يلقى بان هاداكسيد كي حاولي تعدى على ايناس دكساعة غادي يشدو وغادي يعطيه قتلة ديال العصار حتى ايناس غادي سبدا تطلبو لحتها شوية وكان غادي قتله من بعد غادي نشوفه عالي عندها وغادي يسولها وش انتهيه مزيان غادي ترقى خير كيجري نمشيه لعن سعاد وإقبال اللي تطيرين بالفرحة غادي تقول سعاد إقبال صراحة وأخيرا غادي نتهنو من ديال البند تخيلي داك اللي بيستجالها كي بل ينطيرو شصال ديال سبور نقنطريني في أنا ويامان من اللي نزوجه غادي تقول لها إقبال بل يتحمسي بزاف ولكن مزيان تبدي تخطي من دابا شنو غادي تديري من بعد ما تزوجي بيامان حيث هذا القصر هذا غادي يويني ديال مزيان مزيان مزيان